وينضم إلينا من بغداد رئيس مجلس النواب العراقية سيد سليم لجبوري أهلا بك سيد سليم معنا في سكاي نيوز عربية بداية سيد سليم أهلا بك بالحديث عن آخر التطورات آخر التطورات هي من الرمادي حتى آخر خبر تسيطر على كلية الزراعة في الرمادي أريد أن أسألك هل فعلا تم تحرير الرمادي من قبضة داعش وما مجريات الأمور هناك بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نقطة الارتكاز الأساسية التي كان يعتمد عليها داعش تم تحريرها التي تتمثل بالمجمع الحكومي وما تلاها من مناطق أساسية ومهمة وكان يحتمي بها وبالتالي عملية التحرير مستمرة وهي لا تواجه مقاومة كما كانت سابقا مع أن هناك إشكاليات تتعلق بوجود ألغام كانت قد تركت في مناطق وشوارع عديدة ومع ذلك يجعل التقدم إلى حد ما بطيء لكنه مستمر وبدرجة كبيرة هذا اليوم مناطق الصوافية ومناطق عديدة كانت مستعصية سابقا وفي ذات الوقت تعتبر إحدى قلاع داعش لكن الآن بدأت عملية تحريرها وقطعا القوات العسكرية والأمنية مدعومة بالعشائر والتحالف الدولي مستمرة بعملية تحرير سيد سليم الحكومة أعلنت أن الحشد الشعبي لم يشارك في معارك الرمادي لكن هناك من يقول أنه تدخل بصفة غير ظاهرة يعني ما حقيقة ذلك في الواقع؟ لا هو بشكل واضح أثناء عملية التحرير لدخول المناطق لم يكن له حضور ووجود مع أن هناك بعض الجوانب الإسناد وقطع الطرق وإمدادات وما إلى ذلك لكن بالنتيجة ما دخل من دخل من القوات العسكرية الرسمية الجيش ومدعومة بجهاز مكافحة الإرهاب وكان هناك أيضا تعويل على بعض من تم تجهيزه وتسليحه وتدريبه من أبناء تلك المناطق بطبيعة الحال هناك أيضا دعم وإسناد دولي من خلال العمليات الجوية التي كانت تمهد الأرض وأيضا تواجه فلول داعش أستاذ سليم عدم تدخل قوات الحشد الشعبي وميليشيات الحشد الشعبي في معركة الرمادي كان مطلب من مطالب أبناء المنطقة هل يمكن أن يعمم ذلك على بقية المناطق؟ وأيضا لو تحدثني عن دور أبناء المنطقة يعني عشائر المنطقة هناك في الأنبار ومستقبلا في نينوة يعني سابقا الحقيقة كانت أكو شعور كان هناك شعور على أن أهالي المناطق هل سيقاتلون بشراسة لتنظيمات داعش هل لديهم هذه الإمكانية القدرة؟ انعكس طبعا هذا التساؤل بشكل واضح على الاعتماد عليهم في عمليات التحرير انعكس حتى على تجهيزهم أو تدريبهم أو أعدادهم التي يمكن أن تكون كجزء من منظومة المنظومة الساندة للقوات العسكرية ما حصل في الرمادي بشكل واضح عكس هذه التصورات بشكل آخر وأعطى انطباع بأن إمكانية الاعتماد على أبناء المناطق التي سيطر عليها داعش لأن داعش الحقيقة إنما هو عدو للجميع لا يمكن القول أنه يستهدف فريق دون فريق آخر وبالتالي قد يكون أهل تلك المناطق أكثر ثأرا ورغبة في قاع الأذى بداعش بحكم النتائج التي قال إلها الوضع من مهجرين ونازحين وقتلة واستهداف لسكان تلك المناطق وبالتالي ما حصل في الرمادي يمكن الاستفادة منه كنموذج لعملية تحرير مناطق أخرى قد تكون في نينوى من خلال الاستفادة من خبرات وكفاءات وأعداد ورغبة سكان المحافظات التي سيطر عليها داعش أستاذ سليم بالنسبة إلى عملية الدخول هذه إلى الرمادي وهذه المعارك هناك من يتحدث عن انتهاكات قامت بها قوات طبعا الجيش العراقي الحجر الشعبي في هذه العملية ومجرياتها ما حقيقت ذلك أيضا بالنسبة لمجلس النواب العراقي الذي يملك لجان لمراقبة مثل هذه الأمور الحديث ماذا عن الرمادي إذا تقصد قلنا أن الذي حصل عملية التحرير كانت مدعومة بطلعات جوية وكذلك عمليات قصف تمهد بطبيعة الحالية ولكن هل كان هناك انتهاكات خصوصا سيد سليم؟ أي معركة يستخدم فيها السلاح ما الذي يمكن أن تتصور في نهايتها إذا كانت مواجهة شرسة ومقاومة حاصلة بالعكس كان داعش تتمترس خلف مدنيين وكانت تستخدمهم كأدوات كدروع بشرية الحقيقة تم تطهير أعداد من هؤلاء الرهائن إذا جاز وصفهم وآخرين لا زال البعض إما ينتاب الخوف وإما ليست لديه القدرة والإمكانية على هذا الجانب كان هناك ممارسات حصلت ليس في الرمادي وإنما في عمليات في مناطق تم تحريرها حصل فيها جوانب من الانتهاكات المدانة من قبل الجميع ولكن الأصل بالنسبة أن لمن للمناطق التي يتم تحريرها هو عودة الناس ورجوعهم إلى ديارهم هذا هو الأصل الذي نحن حريصين جدا على تحقيقه بعد عملية التحرير سيد سليم هناك الآلاف من النازحين في الأنبار كيف ترى تعامل الحكومة معهم ومسؤوليتها تجاههم إلى الآن يعني لا زال هناك تقصير من جوانب عديدة قد تدخل الاعتبارات المالية قد تدخل جملة مسائل لا زالت مؤسسات الدولة البرلمان أو الحكومة الحقيقة يمر في حالة عجز عن توفير كل المستلزمات اللازمة لقضايا النازحين لما نتحدث عن أعداد كبيرة وأحيانا عملية قطع بعض الإرادات وعدم توزيع المبالغ بنفس الوقت الظرف البيئي الذي يمرون به هو ظرف صعب قد لا تقوى حتى الحكومة بإمكانياتها المتاحة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الآن أن توفر كل شيء طبعا هذا ما يدعونا أيضا لمناشدة المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالجوانب حتى الإنسانية قضية النازحين لم تعد قضية سياسية بقدر ما هي مسألة تحتاج إلى التفاتة من المجتمع الدولي لغرض توفير المستلزمات على أقل تقدير الضرورية لهؤلاء وأيضا إتاحة الفرصة لهم للمعيشة الكريمة سيد سليم هناك أنباء تتحدث عن مشروع للمصالحة الوطنية يتم التحضير له هل من معلومات في هذا الاتجاه؟ طبعا هذا الملف بالذات كانت قد تعددت أوجهة من الأمم المتحدة في حين ومن الحكومة وغير ذلك الجديد في الأمر أن هناك لجنة عليا تم تشكيلها من قبل الرئاسات الثلاث رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة مجلس النواب تتولد جمع كل ما تم تقديمه بهذا الخصوص وبطبيعة الحال مفهوم المصالحة بالنسبة أنه أولا في الجوانب السياسية وإتمام تشريعات تتعلق بالمصالحة منها العفو منها التركيز على الاستثاث ومنها أيضا إتمام ما اتفقنا عليه الحرس الوطني وقضايا أخرى وأيضا المصالحة المجتمعية هذا هو المهم في الموضوع الذي تمتد إلى ما يمكن تسميته بالتسوية التاريخية في حل الخلافات المجتمعية وإزالة الآثار التي ترتبت على وجود الإرهاب من خلال عملية دمج المجتمع ولذلك مرحلة ما بعد داعش مثلا بالنسبة أن لبعض المناطق مهمة وضرورية حمل السلاح نزعة عدم وجود قطاعات مسلحة خارج إطار الدولة كل ذلك يحتاج إلى رؤية ويحتاج أيضا إلى دعم وإسناد نعتقد أن هذه هي المصالحة الواضحة غير هذا وذاك طبعا مصالحة مع المجتمع الدولي مع المحيط الإقليمي عامل مساعد في وحدة واستقرار وسيادة العراق سيد سليم رئيس الحكومة العراقي في تصريحاته الأخيرة حول الأزمة بين السعودية وإيران يعني انحاز كثيرا للطرف الإيراني برأيك كيف يؤثر ذلك على علاقة العراق بالمملكة العربية السعودية يعني بشكل عام نحن نحترم دول المنطقة هذا الاحترام قائم على أساس المصالح المتبادلة ونحن نشعر أيضا بعمقنا العربي وامتدادنا ورغبتنا الجادة في بناء علاقة وطيدة مع الدول والمملكة العربية السعودية تحتل هذه المكانة المتميزة في شعورنا وتوجهنا بطبيعة الحال بدليل أن هناك سفارة سفير قادم إلى بغداد منذ 25 سنة كانت قد انقطعت العلاقات الدبلوماسية وبالتالي حرصنا كمؤسسات دولة وكصناع قرار بشكل واضح على بناء هذه العلاقة الوطيدة القائمة على أساس تفاهم ومصالح وبنفس الوقت الدول الإقليمية أيضا تربطنا معها مصالح مشتركة ينبغي عدم هدرها المواقف السياسية التي تحكم بين الدول مع بعضها العراق يمكن أن يكون عامل مساعد في تحل الأزمات يمكن أن يكون له دور في تبديد تلك المخاوف لا يمكن للعراق بشكل واضح أن يؤمن بسياسة المحاور وأن ينحاز إلى طرف دون طرف آخر إلا وفق مبدأ احترام سيادة تلك الدول وخصوصيتها واحترام سيادة العراق هذا بالنسبة أنه أساس يجب أن ننطلق من خلاله سيد سليم كيف يطرح العراق نفسه وسيطا لحل مثل هذه الأزمة وهناك قوة متنفذة سواء في الحكومة أو في الأحزاب دعمة لإيران أقول بشكل صريح حينما نتحدث عن الدولة كدولة شيء وحينما نتحدث عن الأحزاب والكيانات السياسية أو القطاعات المجتمعية شيء آخر نحن ليس في صدد مثلا تقييم ولاءات أحزاب وأشخاص وإنما بصدد وجهة دولة نعتقد أن ما حصل مؤسف بالنسبة أنه حتى عملية الاعتداء على السفارات أمر مرفوض بشكل واضح الحقيقة ويتطلب من العراق أن ينظر للمسألة بشكل عقلاني الذي يحصل في المنطقة بحكم التنوع وطبيعة تركيبة المجتمع العراقي ما يحصل في المنطقة ينعكس سلبا أو إيجابا على الواقع الموجود الأزمة بين السعودية وإيران انعكست بظلالها على الواقع العراقي وبالتالي لا بد أن يدرك أيضا المجتمع الدولي هذه الحقيقة وأعتقد العراق يمتاز بعلاقات وطيدة جيدة عند عمق عربي وعمق إسلامي هناك أمن إقليمي وأيضا هناك مصالح لمواجهة الإرهاب تنطلق من العراق لا بد أيضا أن يعطى للعراق بشكل واضح هذا الدور وأعتقد من المهم جدا أن يتم الاستفادة مما يمتاز بي من إمكانيات قد تكون متاحة له أكثر من غيره سيد سليم في الفترة الأخيرة كان هناك حديث عن محاسبة المسؤولين عن سيطرة داعش على الموصل ومن هؤلاء كان تورط نوري المالكي في هذا الموضوع ما هو رأيك في هذه القضية؟ طبعا البرلمان لما نناقش هذا الموضوع شكل لجنة أو أنيط الأمر إلى لجنة الأمن والدفاع التي كتبت تقرير مفصل عن أسباب سقوط نينوة واستضافت الجميع وأخذت إفادات الكل بما فيهم السيد رئيس الوزراء السابق السيد رئيس الإقليم كذلك سيد نائب رئيس الجمهورية وشخصيات عديدة عسكرية ومدنية كتبت تقرير بدورنا وثبتت فيها أسماء عديدة بدورنا أحلنا هذا الملف إلى القضاء وإلى الإدعاء العام وطالبنا بعملية تحقيق شاملة لغرض اتخاذ الإجراءات القضائية المناطة بهذه الجهات ونحن بصدد متابعة هذا الأمر سيد سليم مستقبل المعارك في العراق اليوم هناك معارك في الرمادي لربما تكون الخطوة القادمة في الفلوجة وتوجه الإننين والموصل ما مستقبل هذه المعارك؟ وماذا يحتاج العراق لتحقيق مزيد من المكاسب على الأرض؟ نحن بصراحة المعركة الأوسع والأشمل التي هي إن شاء الله بعد تحرير الأنبار بالمجمل التوجه إلى نينوى وكان هناك قول عسكري حتى من القائد العام القوات المسلحة أن هذا العام سيشهد ذلك لا ننكر أن هناك صعوبة يمكن أن تواجه عملية التحرير ولكن في ذات الوقت هناك إرادة وأيضا هناك تهيئة وقيادة العمليات لتحرير نينوى تباشر عملها ونعتقد هناك خطوتين مهمتين الأولى تحرير كل أراضي العراق وأيضا من المهم على الدول أن تحترم سيادة العراق بشكل واضح والأمر الثاني كيف نستطيع أن نحقق الاستقرار والعدالة الاجتماعية بعد التحرير وطبعا راح يدخل بيها بعد اقتصادي ويحتاج أيضا إلى عملية إعادة إعمار وكذلك عملية مصالحة شاملة وفق برنامج واضح فتحرير المناطق من المهم جدا أن تكون واسعة وشاملة وإذا جاز لي أن أقول أن داعش انكسرت شوكتها بعد الاندحار الأخير اللي حصل إلها وبالتالي هذا عزز معنويات القوات العسكرية العراقية وأيضا أنطانا دافع كبير للشعور أنها ستنتهي بالمجمل من كل مناطق العراق شكرك رئيس مجلس النواب العراقية سيد سليم نجبوري شكرا لك